حيث ودع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إساءتها مع روسيا وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها كما أكد الرئيس الروسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مراسم رفع العالم الروسي على العبارة المارشيل روكو سوفيسكي أنه لا توجد نية لروسيا للإدرار بعلاقاتها مع جيرانها ولا توجد نية تصعيد المواقف والمساهمة في تدهور الأوضاع موضحا أن بلاده ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية شكرا أليكساند فلاديميريش دراجي درازي